اشتركوا في القناة معزل حقيقة انه الفترة اللي جاية دي يبقى راجل مركز جدا في شغله وانه هو شايف دعم كبير من مجلس الادارة ومن الجماهير هو كان متخيله وكان متوقعه الحقيقة انه ياما موسيماني ثبت قبل كده يا احمد اعجابه بمور النادي الاهلي يمكن في ماتش من الماتشات كان بيلعب النادي الاهلي ونزل صور الجماهير بالموبايل من كتر اعجابه وبشكلهم هو مدرك جدا قيمة النادي الاهلي ودي حاجة الجماهير فرقة معها قوي دي حاجة لما نشوفها السوشال ميديا قراء الناس حيعجبهم قوي كلام موسيماني يمكن كمان في جملة كان قالها بيقول انا عايز لما اللعيبة بتلعب حتى لو انتم مش عارفين مين دول تعرفوا من طريقة لعبهم انا عايز كرة تمتع لعين الجملة دي عجبت قوي جماهير النادي الاهلي احنا عايزين فعلا الفترة الجاية مكسب وعايزين نستمتع كمان طيب خليني اقولك حاجة بقى مهمة جدا مبدئيا يعني من طبعا دي اللقطة اللي انت بكتبت تكلمي عليها واللي بينا ده الزبط يعني بص فرحته جمهور النادي الاهلي نادي يصورهم بالموبايل الراجل في اكتر من مناسبة اعلن قبل كده انه يبدو انه منتمي وعاشق للنادي الاهلي حتى هو كان بيتولى المدير الفني اللي نفسناه او قابلناه مرتين مرة نجح في اقصاء نادي الاهلي ومرة نجحنا في النسخة دي في اقصاء لكن الراجل مشجع راجل منتمي للكيان من قبل حتى تحسه جاي بروح الفانيلا الحمرة حقيقي لو انت يوبسيتي كمان انت كلمة اولا مع واحد من اهم الاسماء في عالم التدريب في القرى الافريقية وواحد عنده سي في محترم جدا وعنده ثقافة كروية على اعلى مستوى الراجل يشتغل مع اكبر المدير الفنيين في العالم برازيل هتلاقي من هولندا من المانيا وده يمكن اتقال في المؤتمر الصحفي لكن خلينا اقول لحضراتكم انه الراجل ده في لحظة من اللحظات حتى في فترات المواجهة يعني حتى القائمين على الادارة النادي الاهلي كانوا بيظن انه الحاجات دي فيك انه المشاعر اللي بتظهر دي والاهتمام الكبير بالكيان ده والتعبير عن حب النادي الاهلي حاجة كده عشان ننيم الخصم او نهدي المنافس المحتمل بتاعنا لكن الحقيقة مع الوقت الناس تأكدت لما يبقى متولي مسؤولي سعن داونز يا سارة احنا نتكلم في تقريبا من 2012 عندما تكلم في 8 سنين عمل نقلة كبيرة جدا مش سهل انك تسيبي مشوار كده الا لو انت حسن انك رايحة على خطوة اهم وهناك الحقيقة بيشجعون جدا في جنوب افريقيا احمد على الخطوة دي يعني كأنه خطوة انتقاله هنا زي ما احنا كنا مبسوطين بخطوة انتقال محمد صلاح لليفر بول هي فعن خطوة كبيرة بالنسباله وبالنسبالنا يعني اكيد مدرب ده برضو هيضف لنا كتير والحقيقة انه الزكاء اللي في تصريحاته انه قد ايه هو يعني قال برضو يا احمد نتناقش في ده انه الفترة الجاية انا مش هقدر اعتمد قوي على لعيبة جديدة او ناشئين لا انا هكمل الفترة دي باللعيبة الكبار العندي او الاساسيين لان انا دخل على ماتش مهم وعارف اهمية ماتش الوداد وعارف اهمية نص نهائي دوري ابطال افريقيا والحقيقة الكلام بالثقة انه مدام احنا وصلنا النص نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى نقدر نوصل للنهائي يبقى نقدر ناخد البطولة الثقة دي في الكلام ده والروح دي فرق جدا فرق جدا اعتقد انه هيقدر يندمج مع العيبة بسرعة انا اعتقد انه اندمج خلاص انا هتكلم كمان هقولك النهاردة من الكواليس وانحنا بنحضر وبنغطي المؤتمر الصح في ملامح كده الطريقة اللي يشتغل بيها مسلماني الفترة اللي جاء بس انا طبعا فرحارا مسلماني جدا احنا نتكلم على فكرة مدرب المقاييس العالمية تصنيف مسلماني على مستوى العالم تصنيفه رقم 52 على مستوى مدربين العالم كله فحنا نتكلم على اسم تقيل لكن انا الحقيقة فيه اكتر من نقطة مهم جدا نقف عندها فيه اسلوب تعامل النادي الاهلي مع ملف التعاقد مع مدير فاني اولا وديه ناس كتير جدا يمكن ما حسيتش بيها او ما خدتش بالها منها انه على الرغم من انه موسيماني بحكم المعايير اللي هنتكلم عليها بالتفصيل كان الخيار الاول والانسب لتولي مسؤولية النادي الاهلي في الفترة الحالية صار ولكن ولكن النادي الاهلي اشترت انه اتمام التفاوض مع بيتسو موسيماني يتم بموافقة ادارة ومسؤولين نادي سانداونز ودي نقطة في غاية الاحترام لابد ان احنا نقف عندها ده شغل البروفيشنال بالزبط مش بس البروفيشنال انت هنا بتحفظي على علاقات بتحفظي على تواصل مستمر وناجح مش بس على المستوى الاندية على المستوى الدول كمان دي نمرة واحدة النمرة التانية انه التحرك كان في منتهى السرعة يعني انا عايز اقول المفاوضات تريبا لم تستغرق اكتر من مئة وعشرين ساعة مئة وعشرين ساعة تم حسم الامور عزز من ده او دعم من ده رغبة الراجل الراجل الحقيقة يعني انا مش عايز اقول قدم تنازلات ولكن الحقيقة كان في حالة قبول شديدة جدا وما كانش ليه اي مطالب من الممكن انها تعاون الاقصى حد توصل الموضوع لانه الصفقة او انه التعاقد يفشل ودي نقطة برضو لابد ان احنا نحطها في الاعتبار لو جاء نتكلم كورة انا طبعا مشفق على مسلمان ليه؟ لانه انت بتكلمي على فترة دايئة جدا عند الجمهور عريض جدا متحفز ومحتاج يشوف بصمة في قصر عوقت ممكن هي مهمة كبيرة طبعا اختبار كبير اه صعب ولكنه ليس مستحيل طبعا وانا اتعاقع انه بصمة مسلمان يخذي باقي انه مش بس مش بس الجمهور مرتاح والادارة مبسوطة لكن اعتقد كمان بالنسبة للعيبة احنا اعتقد امام فرصة للجيل الحالي الموجود بالكامل يعني صفحة ريني فييلر اتقفلت خلاص واعتقد ان احنا نفتح صفحة جديدة مع مسلمان اعتقد ان دي بالنسبة للعيبة النادي الاهلي اعتقد حاجة ايجابية بشكل كبير جدا هتظهر على المستوى الفني وهتظهر على المستوى النفسي في الفترة اللي جاي ونتمنى ان شاء الله يكون ليها تأثير ايجابي نتكلم شوية ممكن اذا سمحتيلي كمان على فكرة الفوائد اللي منورة الصفقة دي بداية احنا نتكلم على جنوب افريقيا دولة بتعتبر من اكبر دول القارة على كل مستويات وخصوصا كمان اقتصادية بمجرد الاعلان عن يعني احنا نهاردة في المؤتمر الصحفي كنت بقول الصبح ساعة 12 او واحدة انه بمجرد ما تم الاعلان عن صفقة مسلمان والتعاقد مع النادي الاهلي دخل اكتر من 150 الف او 160 الف فولور على صفحات النادي الاهلي من جنوب افريقيا بس لما خلصنا المؤتمر يا سارة كان وصل لعدد لحجز اكسر حجز 300 الف ونكلم على دولة اقتصادية كبيرة جدا في بالتالي زيادة شعبية من الممكن انك انت تستثمريها بشكل كبير جدا والخطوة الحقيقة هي نقلة كبيرة برضو للكرة الافريقية بشكل عام يا احمد يعني الحقيقة انه في دلوقتي انت بتتكلم انك تتعاقد مع مدرب من جنوب افريقيا الاول مرة فدي نقلة كبيرة قوي واثبات الحقيقة ده ايه نجاح الكرة الافريقية الحقيقة الفترة اللي فاتت بتزود طبعا شعبية الاهلي في افريقيا زي ما انت قلت الفولورز الجمعة على الاكاونت بتاعت نادي الاهلي على السوشيال ميديا في ناس كتير جدا من جنوب افريقيا بتدوا اسألوا يعني طبعا احنا عندنا بداية اهتمام من على مستوى الرئاسة جنوب افريقيا النهاردة هي رئيس الاتحاد الافريقي خلفا لمصر الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامفوزة بعت رسالة او كتب بوست على موقع الرئاسة في جنوب افريقيا بيقول ان احنا نفتقد مسيماني جدا كواحد من اكبر القامات الرياضية في جنوب افريقيا لكن احنا سعداء جدا ان هو هيشتغل مع الكائن الاجبر والنادي الرائد في القرى الافريقية النادي الاهلي وده اكيد بيعزز اواصل العلاقات او العلاقات الطيبة اللي بتربط بين مصر وجنوب افريقي ده بره المستطيل الشغل الشاغل والحاجة المهمة بالنسبة لنا طبعا طب ايه الاخبار جوه المستطيل لاختر وده الكلام اللي حقيقة محتاجة الكلام فيه وده ممكن يكون فيه رسالة حقيقة اللي عادت النادي الاهلي دي طبعا زي ما حضرتكم شايفين كده انه الرئيس الجنوب افريقي راما فوزا يعني بيوشيد من انتقال بيتسو موسيماني للنادي الاهلي واتكلم الحقيقة انه مستر موسيماني فورمال كوتش ماملدي سانداونس فوتبول كلاب تقوم بيوشيد من فتباله هذه المنزل مع افريقا موسيماني فوتبول ويوجد عمياني موسيماني من الاخبار فكرة موسيماني فوتبول يعني 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 عارف لما يوصفوك دايما وهي ده الحقيقة بس لما بيجي الوصفة ان انت النادي الرائد وانجح نادي فأفريقيا بتتبسط الحقيقة انه العلاقات كمان بتقرب بتعاقدات زي دي احنا نتكلم جول مستطيل شوية وده كلام يهم كمان لعيبة النادي الاهلي لانه الراجل ده عنده كرة ممتعة يعني حتى النهار ده وانا بتكلم مع كابتن محسن صالح وكابتن شطة بعد المؤتمر الصحفي يرى له انه الراجل ده بيضع كرة هجومية واعتقد انه الفترة اللي جاية هنشوف كرة مختلفة بيقدم النادي الاهلي هي نفس الاسماء وهي نفس المواهب تختلف الطريقة ويختلف الاسلوب ويختلف الفكر فتطلع ومشي تاني خالص بداية كده الراجل بيتكلم على او مدرسته او فلسفته في الكرة حتى من واقع الناس اللي كنت تفرج على سان داونز وانا من الفرق اللي بحبها في افريقيا جدا كنت سان داونز انه بلعبوا كرة حلوة جدا عندهم لعيبة لعيبة كرة ممتعين بصراحة الراجل بيتكلم على فكرة الحلول دايما الجماعي دايما تيجي تلعبي مع خصمه معين عندك نقاط قوة فيه وعندك نقاط ضعف فيه فتفكري انك تجدي حلول انك توقفي نقاط القوة ومقاط القوة فيه والحلول اللي تتعامل فيها مع نقاط الضعف بتاعته داعي مستوى الجماعي بس ده مش ممكن ابدا يحصل من غير ما يكون حلول كمان على المستوى الفردي وده للأسف شديد جدا بتفتقده فلسفة الكرة في مصر على كل المستويات عنده منتخبات تيكي تاكا في البارسة يا سارة بتركز على الجزئية دي على المستوى الفردي انه زي لعيب الكرة لما يبقى معاه الكرة يلاقي اثنين وثلاثة من زميله بيمثلوله حلول سهلة ما يبقاش عنده علامة استفهام هو انا هعمل ايه هو انا هتصرف بالكرة ازاي ودي اكتر حاجة بتميز مسلماني عشان كده هو قالك انا بشتغل او انا عايز اللعيبة اللي بتجري سواء بيجري سبينتات سرعات او سواء بيجري مسافات ده اللعيب اللي يعرف يؤفر للحلول ويقدر يتحرك بشكل كبير جدا من غير كرة ماتش المقاولين بكرة ايه رأيك فيه سهل وانا صعب لا انت تقولي لي رأيك اول ماتش المسلماني يعني انت مستنية منه ايه كواحدة من الجمهور مستنية اشوف كرة حلوة مستنية اشوف كرة مختلفة مستنية اشوف خوالع فاكرا هو بيلعب بنفس الخطة تقريبا يعني مفيش حاجة تتغير ولكن مستنية انه اشوف على اقل انه اكيد مش من اول ماتش هنشوف تغيير يعني يا احمد ولكن نشوف الفريق طالع بشكل كويس جدا ونكسب زي ما الاهلي دايما متعود انه هو يكسب بس هو قال انه الفترة اللي جاية دي فترة اعداد زي ما قولنا لدوري ابطال افريقيا فهنشوف يعني الحقيقة انه هيقدر يعمل ايه في الكاماتش اللي جايين دول بس الناس كلها متفقلة بي والناس متوقعة لحقيقة ان الرجل ده فعلا يتيب بصمة كبيرة مع الاهلي